الآن بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في برنامج سراجن لرجلي كلامك احنا نهاردة بنعمة ربنا هنبتدي مع بعض في الاصحة التامن من سفر رؤية وكنا المرة اللي فاتت وقفنا عند البركات وعمل ربنا لولاده بعد ما احنا عارفين ان كان فيه ست ختوم اتفتحت وبعد الختم السادس ما اتفتح عشان ربنا يطمن شعبه بدأ يبعد في الاصحة السابع بعد المعاني الروحية الجميلة اللي اتطمننا زي الختم العجباه اللي هو عمل الروح القدس او السياب البيض اللي تمثل عمل ربنا في انه بيحافظ على ولاده ويديهم طهارة ويديهم نعم النهاردة بنعمة ربنا هنبتدي مع بعض الاصحة التامن وفي الحقيقة الاصحة التامن هيبقى موجود فيه في الاساس فتح الختم السابع والحقيقة فتح الختم السابع واضح انه هيبقى فيه مجموعة من المشاكل ومجموعة من العقاب اللي الله سيسمح به للساكنين على الارض بسبب شرهم وبسبب بعضهم عن ربنا وعدم تركزهم معاه وزي ما قلت لحضراتكم كان الاصحة السابع محتوط علشان يطمننا كأولاد لربنا ماشيين معاه في سكة التوبة ما احناش بنقلد العالم الذي قد وضع في الشرير الحقيقة الاصحة التامن محتاج مننا ان احنا نهتم بكل كلمة بتتقال فيه ونكون حذرين لانه هيبقى فيه مجموعة من العقابات ومجموعة من التصرفات اللي الله سيسمح بيها بعض التجارب اللي تباني انها قاسية لكن احنا دايما عندنا ثقة قبل ما نبتدي ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله فان كان الله بيسمح بتأدبات او بعقاب هو بيسمح بيه عشان حكتين اولا عشان ولاده يمسكوا فيه اكتر ويرتبطوا بيه اكتر ويقدموا توبة سانين الناس البعيدين الناس اللي عايشين في العالم ومشين وراء شهواتهم وخطاياهم يفوقوا لنفسهم ويعملوا زي ما قال معلم نابولس الرسول مفتدين الوقت لان الايام شريرة يقول الكتاب ولما فتح الختم السابع حدث سكون في السماء نحو نصف ساعة ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون امام الله وقد اعطوا سبعة ابواق اول منظر ولما يبقى دايما الحدث مهم تلاقي دايما فيه مرحلة من مراحل الهدوء جايز يكون الهدوء الذي يسبق العصفة ولكن الكتاب المقدس يقول لنا السماء تسكت نصف ساعة وإحنا اتفقنا ان السفر ده هو سفر رمزي يعني النصف ساعة مش مقصود بها يعني بص على الساعة ويحسب تلاتين ديئة مش مقصود بها طبعا ابدا كده ولكن عايزين يقولوا ان السماء تترقب هذا الحدث المهم لفترة ما هياش طويلة لانه خلاص هيجي تأديب ربنا ويجي عقاب ربنا وبيقول كده انه يحنى شاف سبعة ملائكة بحسب ايماننا هم رؤساء الملائكة واللي يرجع لسفر توبيا يلاقي انه الملائك رفاقيل لما عرف نفسه لتوبيا قال له انا واحد من السبعة ملائكة رؤساء الملائكة اللي وقفين امام العرش وعلشان كده احنا في ايماننا المسيح بنؤمن انه اذا كان فيه اعداد كبيرة من الملائكة فهناك سبعة ملائكة يقفون امام الله هم رؤساء للملائكة لهم وضع ولهم كيان زي الملائك مخايل من مثل الله والملائك سوريال والملائك رفاقيل ومجموعة رؤساء الملائكة اللي معروفين عندنا في الكنيس الملائكة دول وقفين واعطوا ابواق ابواق جمع بوق والبوق معروف انه لي كذا دور يعني له كذا وظيف فالبوق مثلا كان يستعمل في العهد القديم لإعلان عمل ربنا وسلطان كلنا نفتكر قصة أسوار أريحة وازاي انه الشعب كل يوم كان بيلف حوالين الأسوار وجيه في آخر يوم لف عدد من اللفات ولما بوقوا الأسوار وقعت فكانت الأبواق ترمز لعمل ربنا القوي عمل ربنا العظيم وفي عرف البشر برضو الأبواق بتمثل حالة التأهب وحالة الحرب وحالة العقاب والتأديب فالملائكة اللي كانوا وقفين كانوا وقفين بيكلمون عن كذا حاجة مهمة وهم في إيديهم الأبواق يكلمون عن عمل ربنا وقدرته وسلطانه وفي نفس الوقت يكلمون على تأديبه وعلى عمله اللي هيكون في الأرض وللناس الأشرار اللي مش بيسمعوا كلمته فكل واحد من سبعة رؤساء ملايكة في يده بوق وهنشوف دلوقتي كمان شوية إنه كل واحد منهم سوف يبوق يعمل صوت بالبوق صوت مخيف وبعد ما يحصل هذا البوق تحصل ردود أفعال مهمة ويحصل أحداث على الأرض أنا وحضراتكم محتاجين إن احنا نركز فيها وجاء ملاك آخر ووقف عند المزبح ومعه مبخرة من دهب وأعطى بخورا كثيرا لكي يقدموا مع صلوات القدسين جميعهم على مزبح الزهب الذي أمام العرش سفر رؤية يقول إنه في مزبح للدهب وعلشان كده الكنيسة الأرتدوكسية لما بيبقى فيها مزبح ولما بيبقى فيها شرية أو مبخرة ولما بيبقى فيها بخور وبإيمانها بتقول إنه يصعد مع صلوات القدسين لربنا ليشفعوا فينا هذا الكلام الكنيسة مش بتقوله لأنها بتقلد العهد القديم زي ما بعض الناس بيقولوا في الحالة هذا الكلام موجود بصورة رمزية في السم وإحنا النهاردة على الأرض لأنه الكنيسة والأداس وصلوات الليتروجية اللي هي المرتبطة بكل ما هو تبع الكنيسة من صلواته من عشية ورفع بخور وإلى آخره كلها هي بروفة للأبدية والسام فعلشان كده زي ما بونا بيقف وماسك في إيده مبخرة وبيضع فيها بخور والبخور بيصعد إلى فوق وإحنا بنصلي وبنقول صلواتنا ولما بونا يلف بالشرية في وسط الشعب فالشعب يعترف بخطياء ويدي لابونا ورق فيه صلوات وفيه طلبات وفيه تدرعات ويرفع البخور أن كل ده يصعد إلى الله مع صلوات القديسين ومع بخور الفحم وكل الأمور المستخدمة في صلواتنا من بخور ورقاحة زكية تقدم إلى الله ففيه ملك واضح أن الملك ده بيشفع في سكان الأرض واضح أن الملك ده يصلي لأجل سكان الأرض واضح أن القديسين في أوقات التأديب والعقاب يصلوا لأجلنا ويشفعوا لنا ودي نقطة مهمة وأيضا واضح أن الناس اللي على الأرض ولاد ربنا اللي بيحيوا حياة القداسة لما يجي وقت التأديب أو العقاب عليهم أن هم يصوموا ويصلوا ويرفعوا صلواتهم بلجاجة لله لأن دي نقطة مهمة ففيه ملاك غير طبعا السبعة رؤساء ملايكة مسك مجمرة من دهب أو مبخارة من دهب ووضع فيها بخور وخذ البخور ده من على المسبح الدهب ورفعوا أمام الله كنوع من الصلوات حتى يعان أو ربنا يعين أو يسند القدسين والناس اللي تايبين معاه واللي عايشين معاه على الأرض من العقابات ومن الويلات ومن المشاكل والتأديبات اللي ممكن تحصل لسكان الأرض فصعد دخان البخور مع صلوات القدسين من يد الملاك أمام الله ودي نقطة الحقيقة طمنا لأنها بتؤكد أن الله يتعامل معنا بمنتهى التجاوب ومنتهى الاهتمام لأنه في الحقيقة صلوات القدسين بتصعد من يد الملاك أمام الرب ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المسبح وألقاها إلى الأرض فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزل إيه اللي حصل بعدما الملاك رفع البخور مع صلوات القدسين وبعدما الكلام ده وصل ليد من يد الملاك إلى أمام الله حصل أنه الملاك خد نار من المسبح من الجمر اللي على المسبح ولما خد النار دي ألقاها إلى الأرض فحصل أصوات ورعود وبروق وزلزل أصوات عالية رعود وبروق وزلزلة كلها أمور في عرف البشرية تؤكد أنه فيه مشكلة فيه تقديم فيه عقاب جاي والحقيقة الجزء اللي فات ده اللي احنا أريناي يأكد أنه زي ما فيه معونة وفيه قوة من ربنا وفيه قبول لصلوات وشفعات القدسين فيه حنام من ربنا أيضا هناك تقديم هناك عقاب العقاب والتقديم ده سيكون للشخص المستبيح الرافض التوبة اللي عامل اللي مش واخد باله واللي مركز في الشهوات واللي مركز في الأرض وفي العالم اللي قد وضع في الشرير لكن أيضا موجود الشفاعة والصلاة وموجود البخور اللي بيقدم لله علشان يسند شعب تعالوا بقى نشوف مع حضراتكم لما بدأوا رؤساء الملايكة السبعة كل واحد يقدم البوق بتاعه أو يبوق في البوق بتاعه إيه العقابات اللي بتحصل إيه العقاب إيه المشاكل إيه التقديمات وإيه المعاني الرمزية اللي مقصود بيها لأنه في الحقيقة الكتاب المقدس يقول لنا بمنتهى الوضوح بالذات في سيف الرؤية وفي أباكن كتيرة من له أذنان للسمع فليسمع تعالوا نشوف مع حضراتكم لما حصل الأبواق بتاعت الملايكة أو رؤساء الملايكة السبعة حصل بعدها إيه من تأديب وعقاب للأرض ثم أن السبعة الملايكة الذين معهم السبعة أبواق وطبعا كلنا عارفين أن الرقم سبعة ده هو رقم جايز يكون حقيقي في سبعة رؤساء ملايكة وهو رقم مرتبط بالكمال كل الأمور اللي خضع للزمن الأرضي تدخل تحت رقم سبعة كمال الزمن هو رقم سبعة الله خلق الخليقة في ستة أيام واستراحة في اليوم السابع يعني الدنيا كلها التي تغضع للزمن تغضع على رقم سبعة تهيأوا لكي يبوقوا رؤساء الملايكة مالهم جهزوا نفسيهم علشان يبوقوا طب هنا سؤال مهم هو يعني ما يعرفوش يبوقوا مرة واحدة ما يعرفوش ينفقوا في البوق مرة واحدة لا الحقيقة طبعا التهيئ هنا مش خاص برؤساء الملايك ده خاص بالسكان على الأرض وكأنه الرسالة الواضحة تقول أنه ما كانش الهدف من الهدف أنه ربنا عايز يعقب البشري أو يقدب البشري لكنه قدام محبته ليهم هو يقدبهم لأن الكتاب يقول من يحبه الرب يقدبه وفي نفس الوقت هو الآخر لحظة حتى اللحظة اللي هي قبل البوق هو بيدي فرصة فقال لهم يعني لما تيجوا تبوقوا خدوا وقتك شوي اتهيئوا جهزوا نفسكم لأنه أولا البوق ده سيأتي بعقاب على الأرض والبشرية فخدوا راحتكم وخدوا وقتكم علشان لو فيه أشخاص عايزة تراجع أنفسها وأشخاص عايزة تقدم توبة تاخد وقتها وتاخد فرصتها وده يدل على لأنه هذا التهيئ وأنه هما يهيئوا نفسهم مش خاص بيهم لكن خاص بالناس اللي سوف يقع عليهم العقاب والتأديم فبوق الملاك الأول فبوق الملاك الأول يعني إيه يعني أحد رؤساء الملاكة مسك البوق ونفخ فيه نفخ في هذا الإنذار وهذا البوق بصوت عالي فحدث برد ونار والحقيقة ده معنى عجيب قوي إزاي ييجوا مع بعض ده إزاي ييجي برد وييجي نار الحقيقة المعنى الرمزي وراء الكلام ده إنه اللي ما يتدمرش بالبرد يتدمر بالنار وكأنه العقاب هنا عايز يطول النعين يعني ساعات البشر يقولوا لو الجو جيه حر قوي هنعمل تكيف يسقع لنا المكان ولو الجو جيه برد قوي هنعمل تكيف يدفننا المكان لكن عقاب ربنا وتأديب ربنا لأنه فوق فكر البشر فهيجي الاتنين مع بعض ودي الورطة اللي تقع فيها البشرية لا يعرف يخفض الحرارة ولا يعرف يعلي الحرارة حدث عقاب والعقاب بعد البوق الأول من النوعين نوع البرد نوع السقعة نوع السقيع الفضيع اللي ما يستحملوش البشر وفي نفس الوقت النار اللي هي بتعطي حرارة وبتعطي تدمير وبتعطي احتراق للأرض الحقيقة البرد والنار مخلوطان بدم إشارة للموت لأنه الدم يمثل الموت وألقيها إلى الأرض اتراموا للأرض وكأنه التأديب جاي من ربنا وبسماح منه ودائما زي ما قلت لحضراتكم العدل إلهي وإن كان الله يطيل أناته ومرحمه وسعه لكن سيأتي وقت يجازي فيه الله كل واحد ويقف أمام يقف أمامه الإنسان ويعطي حساب الوكالة ألقي إلى الأرض فاللي حصل أنه احترق سلس الأشجار واحترق كل عشب أخضر يعني إيه؟ يعني نتيجة هذا العقاب نتيجة البرد والنار نتيجة الدم اللي مخلوط بالبرد والنار واللي ألقى إلى الأرض اللي حصل أنه طولة الأشجار وكل عشب أخضر احترق وده رمز لأنه الحياة بدأت على وجه الأرض تتدمر بدأ يبقى فيه نوع من أنواع العقاب اللي الله بيسمح به وبدأ فكرة أنه إحنا نضع سلامنا في أنه الدنيا في الأرض والحياة في الأرض ممكن تستمر إلى مالة نهاية الحياة الكلام ده مش حقيقي كلنا بنشوف الزلازل والحاجات اللي ممكن يسمح بيها من الله أنها بتشير لنا كبشر يا جماعة توبوا ورجعوا لأنه مش معروف إمتى الأرض دي هتنتهي هيجي وقت الأرض دي هتنتهي وهيبقى موجود سامة جديدة وأرض جديدة ونلاحظ هنا أنه الأشجار اللي هتتدمر تلت وإن كان ده رقم كبير لكن فيه معنى آخر لازم ناخد بالنا منه أن فيه تلتين لسه ما تدمروش وكأنه الله بيبعط رسالة كل واحد فينا إن كنت ببعط للعالم تأديبات وعقاب ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت اللي ببعط فيه التأديب والعقاب بأعطي فرصة فإذا كنت شلت تلت الأشجار وسمحت إنها تتحرق أو إنها تصاب بأمراض أو إنها تفنى لكن خلي بالكوا لسه فيه أمل ولسه فيه رجاء لسه فيه التلتين لسه فيه إمكانية للرجوع يا ريت وإن كان الكلام ده يباني إنه جديد وقاسي نرجع لنفسنا ونقدم توبة ونتمسك بمرحم ربنا ونراجع إزاي نشوف طريق ربنا وإزاي نقدم توبة ربنا توبة حقيقية لإنه عقاب الرب وتأديبه سوف يحدث سوف يحدث ربنا يديني وديكم نعمة إن احنا نركز في هذا الكلام لإلهنا المجد دائما أبديا أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر